نبدأ بالأهلي؟ طبعا نبدأ بالأهلي الأهلي النهاردة عمل مباراة حلوة أول بعد السوبر أربع أهداف النهاردة كان ممكن يبقى أكتر من كده طبعا السوبرمان زي ما قلت عليه في أول حلقة كان كريم فؤاد عمل كل حاجة في الكورة النهاردة جاري وتمريرات ومروغات واستخلاص وأهداف وأسستات كل حاجة كل حاجة عملها النهاردة كريم فؤاد فالكلمة معك طيب أول حاجة لما نقف هنا كريم من وقت ما جاء مارسي الكولر وفي كل مرة بنيجي نتناول مباراة للنادي الأهلي بنلاقي إنه فيه لعيب عمل مباراة أو مباراتين أكبر من الإطار اللي كان فيه اللاعب حتى لو كان لعيب كبير أو لعيب مميز والمباراة اللي بعدها نتكلم على لعيب أو اتنين تانين ونيجي في مبارات السوبر نقعدنا وإنت أوف إير ومعظم زمائلنا محترين ندي المنعم ولا متولي ولا طاهر ولا مين من في ذا ماتش والتطور بتاع الأدوار والتطور بتاع الحالة فلما تيجي تلاقي من المباراة التانية بتتكلم على لعيب بيخرج من بوطاقته الطبيعية حتى لما كان بيبقى في البيك بتاعته ويروح لأدوار ومستوياته ومناطق تانية ما كانش موجود فيها لازم تقول مارسي الكولر لازم تقول برافو مارسي الكولر فكرني باباي كان فيه كرتوم الفرج عليه وحنا صغرين باباي كان بيجيب السبانخ ويشرب سبانخ وفجأة تلاقيه الراجل نفسه كان هو بحار بالمناسبة حلو مارسي الكولر باباي فهو معاه السر معاه السر والسر هفضل أقوله لك من هنا لنهاية السيزن السيستم النظام الراجل ده من أول مباراة قتلك لسه قدامه شوية مطشل اتحاد المنستيري قتلك لك الأهلي فيه سيستم الأهلي فيه سيستم فيه حاجة بتطبق فيه حاجة بتطلب من الراجل وعندما يجي نتكلم تفصيليا بقى أقولك كل مرة دعوة للتعلم ودرس جديد من مارسي الكولر للعابة النادي الأهلي ولينا وللناس اللي بتحب الكولر